احياناً يكون من الجذاب أن نشاهد كيف يعيش الأثرياء الذين يشكلون حوالي واحد بالمئة من سكان الأرض فبدءاً بمنازلهم العجيبة ومروراً بألعابهم المجنونة لا يجد هؤلاء الأشخاص أي حدود لتطلعاتهم وخيالاتهم سنتحدث اليوم عن عشرة قوارب فاخرة للغاية لا يستطيع سداد ثمنها سوى فاحشو الثراء اليخت الفاخر A هذا اليخت الفاخر يمكن أن تصفه بأي وصف غير عادي تم تسمية هذا اليخت على اسم مالكيه الملياردير الروسي أندري ميلنيتشينكو وزوجته أليكساندرا يبلغ طول هذا اليخت الفاخر أربعمائة قدم وهو يعد ملعباً في وسط الماء للبالغين يحتوي هذا اليخت على جناح رئيسي مساحته 2500 قدم مربع بالإضافة إلى ديسكو وستة أجنحة للضيوف يمكن تحويلها إلى أربعة غرف فاخرة بفضل وجود الحوائط المتحركة يحتوي هذا اليخت على ثلاثة حمامات سباحة وأحدها يحتوي على قاع زجاجي يطل على الديسكو ويتسع اليخت لأربعة عشر نزيلاً ويبلغ سعره 323 مليون دولار إبيفني ما يزال اليخت الفاخر إبيفني حتى الآن مجرد فكرة تنتظر المالك المناسب لكي يدفع الثمن ويتم بناؤه من أجله قام المصمم البريطاني أندرو ووف بعمل تصميم مميز للغاية لهذا اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 426 قدماً سيستمتع مالكو هذا اليخت بدرجة عالية من الخصوصية مع متعة كبيرة باحتوائه على جاكوزي وحمام معدني وسينيما بالإضافة إلى قدرة الضيوف على الاستمتاع بالعديد من وسائل الترفيه في طابق كبار الشخصيات يرى المصمم أندرو ووف أن هذا اليخت يستحق مبلغ 600 مليون دولار ويتطلع لبيعه مقابل هذا المبلغ شاداي حتى ما تصميم اليخت الفاخر شاداي القالب الخاصة بتصميمات اليخوت التقليدية تصميم هذا اليخت من بنات أفكار المصمم الإيطالي جابريال تيروتسي الذي استلهم تصميمه من الرغبة البشرية في الارتقاء عن مستوى الأرض البادي في آثار مثل الأهرامات المصرية وناطحات السحاب الحديثة تم تصميم اليخت شاداي بحيث يحتوي على كبينة رئيسية على ارتفاع 125 قدما من سطح الأرض تحتوي على بار ومنطقة لتناول الطعام وحمام سباحة مما يسمح لملاك اليخت برؤية ممتازة للبحر مع الاستمتاع بالحياة في الأعلى سقر مالطة يخت سقر مالطة هو هجين بين يخت فاخر وقارب سباقات تم استلهام التصميم الفريد لهذا اليخت من قوارب القرن التاسع عشر وتصميمه الذي يتضمن ثلاثة صواري مجهز بأشريعة لتحديد سرعة الرياح مما يتيح إمكانية قيادته بشخص واحد فقط يحتوي هذا اليخت الذي يبلغ طوله 289 قدما على ستة كبائن للضيوف تتسع لاثنى عشر ضيفا وتتيح لهم الاستمتاع بمختلف وسائل الراحة والترفيه التي يوفرها اليخت ويمكن القول على يخت سقر مالطة أنه عبارة عن جنة في البحر بالإضافة لاحتوائه على زلاجات مائية وأجهزة غوص بإمكانك أنت وأصدقاؤك الاستمتاع بأسبوع كامل على هذا اليخت مقابل أربعمائة ألف دولار فقط شوارع موناكو أحد الأفكار الإبداعية لتصميم يخت فاخر ويتكلف تصميمه على أرض الواقع واحد وواحد بالعشر مليار دولار هذا اليخت كما يدل اسمه شوارع موناكو يحتوي على تصميمات مشابهة لكثير من معالم موناكو مثل كازينو وحلبة سباق مونت كارلو وفندق باريس يضم هذا اليخت سبعة أجنحة للنزلاء مجهزة بغرف لتغيير الملابس وحمامات وشروفات خاصة بها وجميعها تقع في الجزء المركزي من اليخت وتبلغ مساحة الجناح الرئيسية أربعة آلاف وثمانمائة قدم مربع ويمتد لثلاثة طوابق الجزء الوحيد الذي ينقص ذلك الأخت الذي يبلغ طوله خمسمائة قدم هو وجود مالك مليار دير يقوم بدفع التكلفة اللازمة لتحويله من مجرد فكرة إلى أرض الواقع عزام في عام 2013 دخل اليخت الفاخر عزام التاريخ كأكبر يخت في التاريخ بعد أن تغلب على اليخت إكليبس متجاوزا إياه بحوالي سبعة وخمسين قدم يبلغ طول اليخت عزام خمسمائة وتسعين قدم وتعود ملكيته لحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان طلب الشيخ خليفة من مصممي اليخت أن يكون ذو سرعة كبيرة ليصبح بذلك بين أسرع اليخوط على وجه الأرض بالإضافة لذلك يحتوي هذا اليخت على نظام عسكري دفاعي متكامل مع جناح رئيسي مدرع تماما هذا اليخت يشير إلى حب الشيخ خليفة للتميز وتفرد ويدل كذلك على مدى ثرائه الفاحش الذي مكنه من دفع ستمائة وخمسين مليون دولار لشراء يخت جاز تم استلهام التصميم المميز لهذا اليخت الذي تم تسميته جاز من ديناميكا الموائع والنظام البيئي تحت الماء هذا اليخت هو الأول من سلسلة مكونة من خمسة يخوت أتت في الأساس من نموذج أولي تم تصميمه من قبل المعمارية العراقية زهى حديد تم تصميم النموذج الأولي لذلك اليخت الفاخر بطول أربعمائة وتسعة عشر قدم لكن بسبب شكله وأبعاده الفريدة يتطلب الكثير من العمل التقني قبل البدء في بنائه لذلك تم بناء اليخت بطول مائتين وخمسة وتسعين قدم فقط سكايباك يخت سكايباك يبدو كسفينة سياحية أكثر من يخت فاخر يحتوي هذا اليخت على ستة طوابق ويتسع لعدد بين خمسة وعشرة نزلاء باحتوائه على خمسة أجنحة للنزلاء وطاقم عمل مكون من خمسة وعشرين فرد يبلغ طول هذا اليخت مائتين واثنين وستين قدم يتمتع بتصميمات داخلية عصرية للغاية بالإضافة إلى احتوائه على حمام معدنية وصالة ألعاب رياضية وسينما يحتوي هذا اليخت كذلك على طابق أوسط قابل للطي يمكن استخدامه لتغطية سطح اليخت مما يعني أن النزلاء يمكنهم الاستمتاع بحمام السباحة بغض النظر عن الأحوال الجوية الخارجية وفي حالة ملل النزلاء من السباحة في حمام السباحة الدافئ يمكن بضغطة زر تحويل ذلك الطابق الأوسط إلى صالة رقص كبيرة جنة الجزيرة الاستوائية إذا كنت تحلم بالحصول على جزيرة استوائية خاصة بك قابلة للحركة فقد أصبح هذا متاحا الآن بوجود يخت جنة الجزيرة الاستوائية تم تصميم هذا اليخت من قبل مصممي يخت شوارع موناكو يخت جنة الجزيرة الاستوائية سيجعلك تشعر وكأنك في جزيرة حقيقية خاصة بك يقع الجناح الرئيسي لهذا اليخت داخل بركان صناعي يحتوي على شلال مياه يصب بداخل حمام السباحة كما أنه يحتوي على خمسة أجنحة للنزلاء عبارة عن أكواخ تيكي محيطة بحمام السباحة في الطابق الرئيسي وإذا أردت مع أصدقائك الاقتراب أكثر من الماء يمكنكم الذهاب إلى مؤخرة اليخت حيث توجد جزر صغيرة تحتوي على كبائن مستقلة يمكن وضعها على سطح الماء مباشرة لعل يخت هستوري سوبريم بطول مئة قدم ليس الأطول في العالم ولكنه بما يحتوي عليه بلا شك أكثر اليخوت فخامة على وجه الأرض يحتوي هذا اليخت على مئتين وعشرين ألف رطل من المعادن والأحجار الثمينة فهناك طبقة رقيقة من الذهب تغطي كل شيء على متنه مثل قاعدته وأماكن تناول الطعام ومتنه وسلمه بل وحتى المرساة الخاصة به تحتوي غرفة النوم الرئيسية على حوائط مصنوعة من صخور النيازك وتحتوي أيضا على تمثال مصنوع من عظام حقيقية لدينصور التين هذا اليخت هو الأغلى على الإطلاق في العالم بسعر 4.5 مليار دولار إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك وبتعليق يحفزنا وللمزيد اشترك الأهن